تمكن الناخبون الفرنسيون مرة أخرى من إبقاء أقصى اليمين خارج السلطة بعد فوز مفاجئ حققه معسكراء اليسار والوسط في الجولة الثانية من الانتخابات ولكن الانتصار المفاجئ لم يكن حاسما ما ترك المشهد السياسي الفرنسي في حالة من عدم اليقين وقد يضع السلطة في حالة شلل سياسي وسط تحالفات هشة فماذا بعد الانتخابات في فرنسا وهل ينجح اليسار في تشكيل اتلاف لتولي السلطة؟ إذن أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يمثل اليسار بعد أن فاز بـ 182 مقعدا بينما فاز تكتل معن الوسطي بقيادة الرئيس إمانويل ماكرون فاز بـ 168 مقعدا وحصل التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبين حصل على 143 مقعدا إذن وعلى الرغم من صعود اليسار والفرصة الجديدة التي حصل عليها معسكر الوسط بقيادة ماكرون لم يكن أي طرف لم يتمكن أي طرف من الفوز بـ 289 مقعدا وهي اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية أي البرلمان وكذلك لتشكيل الحكومة ما قد يضع فرنسا في حالة من الشلل السياسي داخل البرلمان وسط الائتلافات الهشة والتناقضات الكبيرة بين المعسكرات الرئيسية الثلاثة ومع أن تحالف اليسار لم يحقق غلبية مطلقة في البرلمان لتشكيل الحكومة إلا أن جانلوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري استبعد تشكيل ائتلاف واسع مع الأحزاب ذات التوجهات المختلفة بما في ذلك مع معسكر الوسط وقال إن من واجب ماكرون أن يدعو التحالف اليساري إلى الحكم فيما استبعد قادة معسكر الوسط بدورهم تشكيل ائتلافات مماثلة ما قد يعلق عمل البرلمان ينص الدستور الفرنسي على أن الرئيس لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى ما يفرض على الرئيس ماكرون التعامل حتما مع هذه الانتخابات بأي ثمن واختيار رئيس جديد للحكومة ولكن أي رئيس عليه أن يواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية التي ستنعقد لمدة 15 يوما في الثامن عشر من شهر يوليو وفي حال فشل التوصل لاتفاق بين الاتلافات فإن المراقبين يرجحون تشكيل حكومة تكنقراط مؤقتة للإشراف على الشؤون اليومية للفرنسيين وبعد نتائج الانتخابات طلب الرئيس الفرنسي منويل ماكرون من رئيس حكومته جابريل أتال البقاء في منصبه حتى تشكيل الحكومة الجديدة مع طلب الرئيس ماكرون من رئيس حكومته جابريل أتال البقاء في منصبه من أجل استخرار البلاد بدأت الكتل النيابية الكبرى بالمناقشات من أجل تسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة ولسيما في إطار الجبهة اليسارية الشعبية الأكبر في الجمعية الوطنية وأول الفائزين فيها ينبغي على إيمانويل ماكرون أن يدعو رسميا الجبهة الشعبية الجديدة لتعطيه اسم رئيس الوزراء هل سيفعل ذلك أم لا؟ مع مثل هكذا رئيس لا نستغرب شيئا يتعلق بدسمية ميلانشو هناك قيادة من الجبهة الشعبية الجديدة قالت إنها لا تريده لذلك يمكنني أن أقول إنه لن يكون جنوك ميلانشو قانون الانتخابات الفرنسي لا يلزم الرئيس الفرنسي بتسمية رئيس أو مرشع أكبر تكتل نيابي كما أن أي كتلة من الثلاث الكبرى لم تحصل على الأغلبية التي تسهل عمل أي رئيس حكومة جديدة ليس هناك من حكومة يمكن أن نستخرجها من هذه الانتخابات أي أن الأغلبية لن يحصى عليها أي ائتلاف حكومي أي ائتلاف حزبي حتى لو كان هناك إعادة خلط الأوراق لأن من خلال هذه الحملة الانتخابية كان هناك فرز عميق وفرز فلنقل جعل هناك شروخا من بين أطراف النخبة السياسية طبقة السياسية والتي بكل تأكيد لن تتقدم بأي برنامج يمكن اعتماد عليه لكي يتم طرحه بالبرلمان فيما بعد على أساس برنامج حكومي تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بعض الوقت في فرنسا ففرنسا لديها استحقاقات دهما أبرزها تنظيم الألعاب الأولمبية في السادس والعشرين من يوليو الجاري بينما لدى ماكرون جدول مزدحم حيث يزور ميونيخ الثلاثاء ويتوجه بعدها إلى واشنطن للمشاركة في قمة دول حلف شمال الأطلسي توني شميه الحرة باريس وحول نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية معنا من باريس الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية جون بير ميلالي وكذلك ينضم إلينا من واشنطن رئيس معهد السياسة العالمية باولو فون شيراك أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك من باريس سيد ميلالي إذن نجاح مفاجئ الذي حققه اتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري برأيك ما الذي دفع نحو هذا التقدم لأتلاف اليساري مساء الخير وشكرا على استضافة كما أهلا وسهلا للبيف الكريم من أمريكا إذن ما قد يفسر هذه الاستراتيجية التي تصمى بفرنسا الجبهة الجمهورية يعني اجتماع كل القوة ضد التجمع الوطني كما كانت تفعل قبل ذلك ضد الجبهة الوطنية ما قد يفسر نجاح هذه الاستراتيجية هو تقوية وتكبر التجمع الوطني يعني خاف البعض من وصوله الحقيقي إلى سدة الحكم ولكن النتائج تدل على أن التجمع الوطني هو الحزب الأول في البرلمان بغض النظر عن الإقلافات والتحلفات التي قد تدوم أو لا تدوم بينما هناك موعد انتخاب مهم بعد ثلاث سنوات وكما صرحت به مارين لبين الماد طالع يعني المارين موت ونجح الآن التجمع الوطني نجاحا كبيرا رغم أن الكوادر والقادر لهذا الحزب ليسوا بالمحترفين هذا يدل على أن كل سكان فرنسا تصب بمصلح أو لمصلحات التجمع الوطني طيب سأعود لك فيما يتعلق بالنتيجة التي أصبحت شبه معلقة فيما يتعلق بالبرلمان لعدم حصول أي من الأحزاب على العدد المطلوب لتشكيل الحكومة ولكن اسمح لي بالانتقال لسيد باولو من واشنطن هذا التقدم في الانتخابات البرلمانية الفرنسية لصالح اليسار الذي أعقب تقدم العمال أيضا في بريطانيا على حساب المحافظة هناك هل تتجه أوروبا بيسارا باعتقادك؟ شكرا قبل عدة أسابيع وبعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية البعض قال أن أوروبا تتجه إلى اليمين وكان ماغيلو بان فازت أيضا ولكن كان هذا التحالف تحالف يميني وأحد قادته أدى أداء جيدا في الانتخابات الأوروبية ثم هناك بديل في ألمانيا كان أداءه جيد والناس قالوا يا إلهي لقد خسرنا هؤلاء وطنيين يعادون الإسلام والعرب وأوروبا متجهة إلى اليمين ما الذي سيحدث؟ الآن العكس صحيح الحزب العمال فاز في انتخابات تاريخية في إنجلترا وهو لم يحصل على أصوات كثيرة ولكن حصل على الأغلبية والآن التركيز ينصب على فرنسا حقيقة أن اليسار فاز هذه ليست مفاجئة ولكن هذا التحالف الذي فاز أعد خلال خمسة دقائق وكان ناجما عن هجوم مغيلا بان بعد الجولة الأولى من الانتخابات وحاولوا منع انتصار لماري لوبا وحلفائها ما الذي سيحدث؟ حكومة اتلافية وفي أوروبا هذا ليس بالغريب هذا يحدث في كل مكان هناك حكومة اتلافية في إيطاليا في ألمانيا في بلجيكا وهولندا وأسبانيا هذا ليس بالغريب سيكون هناك الكثير من الأخذ والعطاء والتنازلات ولكن هذه ليست أحزاب تاريخية تحالف اليسار ولد بالأمس نعم وهناك برنامج مشترك وتعاون هذا التحالف جاء للتصدي لمغيلا بان ستكون هناك الكثير من المفاوضات مكروه هو الرئيس رغم أنه أصبح ضعيفا لأن حزبه جاء في المرتبة الثانية هذا التحالف هنا أنتقل لك سيد ملالي إلى أي حد ممكن لتشكيل حكومة اتلافية بعد هذه النتاج التي كانت لصالح اليسار على حساب الوسط وحتى اليمين هل ستجد فرنسا نفسها أمام برلمان معلق أم ستمضي الأمور بسهولة نحو حكومة اتلافية أظن أن مهمة الرئيس باختيار رئيس وزراء هي مهمة صعبة وأظن أن أعمال البرلمان ستكون إما معطلة إما عقيمة لأن هناك تفتت للأصوات حتى بين التحالفات والاقتلافات صحيح أن كثير من بلدان أوروبا تحكمها اقتلافات حكومية ولكن هذا ليس التقليد الفرنسي والجنرال بقول في 58 رسم الدستور للجمهورية الخامسة كي تهرب فرنسا من الاقتلافات التي سادت حياة البلاد السياسية خلال الثلاثينات وأربعينات وخمسينيات القرن الماضي إذن هذه النقطة أولى النقطة الثانية أن الرئيس مكرون بحاجة إلى تقوية نفسه فسيقوم بكل ما في وسعه لتجزئ المشهد الذي خلقه بقراره المفاجئ والصادم بحال البرلمان وأذكر أن هذا القرار أتى بعد نتائج سيئة للانتخابات الأوروبية وهنا الرابط مع المنظومة الأوروبية هذه المنظومة تنفر من قرارتها كثير من الناخبين الفرنسيين هم عشرة ملايين الذين صوتوا للتجمع الوطني برفض هذه السياسة وبما أن تقوم قمة الناتو في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة أذكر أن هناك تناسق وهناك تشرك بين النخبة الأوروبية والنخبة المحلية إذ رأينا أن الرئيس الوزراء الهولندي السابق الذي خسر الانتخابات وصل إلى قمة الناتو بسحر ساحر بما يخص العلاقات الأمريكية الفرنسية هنا سيد شيراك أي أثر يمكن أن تتركه هذه النتائج البرلمانية الفرنسية على شكل العلاقة بين أمريكا وفرنسا لسيما إذا تقدم الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة كل هذا يعتمد على نوع الحكومة القادمة واضح أن اليسار في فرنسا لا يحبذ أمريكا كثيرا ماكرون يمثل الوسطية والاستقرار وهو مع حلف الناتو ولديه مقاربة مستقلة بشأن الشؤون الأطلسية ولم يخفي اختلافاته مع روسيا ولكن بشكل عام ماكرون يمثل الاستمرارية ولا يزال هو الرئيس لا يجب أن ننسى الكل يعتمد على نوع الحكومة الجديدة أيضا إذا نظرنا على الأرقام في الجمعية الوطنية فوجود حكومة يسارية غير معنية بالتحالف الأطلسي وعدم تأييد إسرائيل فهذا سيشكل مشكلة لا أعتقد أن هذا سيحدث أعتقد سيكون هناك توافق ربما حكومة أقلية من قبل مجموعة ماكرو مع دعم خارجي من من الخارج ربما من جانب مغيلوبان ولكن لا أرى أي تغير درامي في السياسات الفرنسية على الصعيد العالمي خاصة فيما يتعلق بالتحالف الأطلسي ومسائل هامة مثل دعم أوكرانيا في صدها للغزو الروسي لا أرى فرنسا تعزل نفسها عن هذا الموقف على أساس نتائج الانتخابات لا أرى هذا سيد مينالي في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق ما يتعلق بالاتلافات السياسية بين الأحزاب مراقبون توقع أو رجحه تشكيل حكومة تكنقراط لتسيير حياة الفرنسيين اليومية هل هذا وارد باعتقادك لا أعتقد أن هذا النوع من الحكومة ستواجه المهمات الصعبة الهائلة أذكر أن مدنية الدولة الفرنسية بلغ قمة لا سابقة لها وأن هناك وكالات مثل ستاندارد انبور التي قد توتي رقم فرنسا منعيث الاقتصاد فهذه الحالة هي نتيجة السياسة مكرون الذي زعم أنه يرأس حكومة خبراء وتقنقراطيين وفي نهاية المطاف وصلنا إلى مأزق سياسي إذن أستبعد ذلك وأظن أن ستقع السياسة الفرنسية إلى عبارة عن مستنقع سياسي بحث مع خيانات مشاورات ائتلافات التي لن تغير شيئا مهما في حياة الفرنسيين اليومية نعم من باريس سيد جون بير ميلالي شكرا لك وشكر موصولك أيضا من واشنطن السيد باولو شيراك شكرا لكم شكرا لكم